مجتمعي وليس سؤال صحفي كثير من العراقيين يصابون بأمراض القلب أول سؤال يسأل عندك مريض مرض قلبي أو جلطة فهذه من البديهيات المواطن العراقي عند قلب فتحة جلطة وقسطرة يقولون له هاي القضية ليش يعني علاقي سؤالك حلو أولا نحن عندنا نوعي من أمراض القلب أمراض القلب المكتسبة وامراض القلب البلادية طيب أمراض القلب البلادية أصلا فيه تزايد مستمر والسبب الأساسي بها هو العامل الوراثي وإحنا عندنا زواج الأقارب بشكل جدا جدا كبير حلو هذا همين تحذير معناها لا متحذير هذا رصحت موضوع ديني يعني دينيا إحنا نبينا علي أودر الصلاة والسلام أنه قال أنه يعني زواج الأقارب يعني واحد يقلل من عنده أفضل لأنه يزيد من الأمراض المنتقلة ليشتس السكر تسمح هاي العالة بيداء السكري صح والعالة ما بيها سكري ما ممكن ينصاب بيه سكر إن هذا رماء بس العالة بيها سكري أكون نسبة إصابتك بيداء السكري بنسبة 70% القصد من الموضوع هذا إحنا نحن نحكي على مراضة القلب الولادية أمراض القلب المكتسبة إحنا كطبيعة الشعب العراقي طريقة خنقول الغذاء مالتنا إحنا غذاءنا دهين مليء بالسعرات الحرارية طيب اعتمادنا على الخبز والترمن ما الضبط النشويات اللي هي ذات سعرات حرارية عالية هاي زيد لك من هاي الأمراض بالإضافة للعامل الوراثي يعني انت سمن تقرأ إحنا عدنا بالقوانين الطبية مثلا كل سنة يطلع عدنا قايد لاين يقول لك مثلا أكثر أسباب أمراض قصور الشرايين التاجية هي مثلا السكري الضغط التدخين الدهون وكانك في شيء يسمى X Factor هذا الـ X اللي هو العامل الوراثي هذا سنويا بدأ يصعد إلى أن وصل إلى رقم واحد الآن فاتما تلقي شخص والده توفى بسبب قصور الشرايين تاجية هو مرح يصاب بقصور الشرايين تاجية بس رح تقول لي ليش ده يزيد عندنا بالعراقين هذا السؤال بس حنوهلك عليه وياريتي المشاهد الكريم يفهم ماذا أقصد احنا كعراقيين طيب ما نراجع الطبيب إلا نتمر أحسنت صح وهذا أكبر خطر صح احنا ما عندنا ثقافة تشيك أب أنه أنا أروح بالدكتور سلام سلام عليكم دكتور أنا جايدة تشيك أنا عمري خمسين أنا عمري خمسة واربعين دكتور أنا مصاب بالسكري دكتور عنده ضغط بس أرد تشيك أرد تشيك أرد تشيك أرد تشيك طبعا أنت كل ما تكتشف أمراض القلب منذ البداية كل ما الإجراء هيكون أسهل وذو فائدة كبيرة عنها كيف تستقبلون شخص يريد تشيك كمركز وكطبيب كطبيب طبعا أن أستقبل أنا أستقبل بالعيادة ومرضى كثيرين يجون يعني أنا أقول لك بالأسبوع يجون يفد ثلاثة أربعة هم ليس مرضى أقل دكتور السلام عليكم أنا جايدة تشيك أنا والدتي مصابة أنا والدي مصاب أنا طبيعة عملي ضغط نفسي ضغط جسدي كبير فأرد تشيك